جزاكم الله خير وأحسن إليكم يقول في قضية أخرى المسجد بعيد عن منزلنا وأنا والحمد لله أصلي كل الأوقات فيه ولكن هذا يأخذ من زمني وجهدي للدراسة مع أنني لا أطمئن للصلاة في البيت فبماذا ترشدونني؟ أرشدك إلى الاستمرار في الصلاة مع الجماعة وهذا مما يعينك على الدراسة إن شاء الله قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فالصلاة تعين على المشاق من الدراسة وغيرها فاصبر واحتسب ولك الأجر في ذلك إن شاء الله وخطواتك وإن بعدت عن المسجد فهي مكتوبة مكتوبة لك عند الله سبحانه وتعالى كل ما بعدت خطأك وكثرت فأن ذلك أعظم لأجرنا